اشتركوا في القناة لترتيب رحلات الاجلاء مؤكدة بانه تم اجلاء اكثر من 3800 مواطن بحريني حتى الان والعمل جار على اعادة من يود العودة ضمن جدول زمني يستمر حتى نهاية شهر مايو تم اجلاء اكثر من 3800 مواطن بحريني من مختلف دول العالم حتى الان وما زال العمل مستمر لاجلاء باقي المواطنين المتواجدين خارج البحرين وفق جدول زمني ينتهي في نهاية مايو القادم فقد تم عودة المواطنين من كل من الهند والاردن ومصر وروسيا تركيا باكستان ايران السعودية الكويت الامارات وسلطنة عمان علما بان بعض الدول الكبيرة على سبيل المثال جمهورية الهند تتطلب منها جهود مضاعفة حتى ان احنا نقوم بتجميع كافة المواطنين وذلك بسبب تباعد المناطق والمدن عن بعضها البعض ففي الشهور الماضية تم اتخاذ العديد من الاجراءات للتواصل مع المواطنين والتأكيد من سلامتهم فقد قمنا برفع الطاقة الاستيعابية لمكتب العمليات لاستقبال المكالمات على مدار الساعة وقمنا بتسجيل كافة المواطنين الذين تموا التواصل مع وزارة الخارجية او عن طريق بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج فقمنا بتحديث المعلومات المتواجدين في الخارج والراغبين بالعودة الى مملكة البحرين بشكل يومي وتزويد الفريق الوطني للتصدي الفيروس كورونا بالمعلومات اللازمة قمنا بتسهيل حجوزات المئات من المواطنين الراغبين بالعودة وقمنا بترتيب السكن لهم لحين عودتهم الى مملكة البحرين فمن جانب آخر قامت وزارة الخارجية بالتواصل مع بعثات المعتمدة لدى المملكة واطلاعهم على الخطط والاجراءات الاحترازية التي اتخذتها مملكة البحرين لمكافحة فيروس الكورونا بما يحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين